السلام عليكم ومرحباً بالنسبة لهم يشاهدون في نار داخل الوطن وخارج الوطن السلام عليكم ومرحباً بكم في قناة شوبر الديسيد اليوم نحصح بتعنا قبل المبارك وانشعدنا ولمدرّة بتاع أنغولا يتكلم عن المبارك يعني وملاقبت المنتخب الوطن الجزائري في أول جولة في المجموعة الرابعة وانشعدنا وانعقد التقني الفورتيغالي بيدرو صابحة يوم أحد يوم بعد فانك جامعة بالماضي فانك جامعة وصح في أخير يتكلم عن المبارك كل واحد وتكلم عن المبارك كل مدرب وعطى الأمن جماهير تورا هذه وغادي شوفوا المبارك اليوم على الساعة التاسعة وغادي شوف اللي غادي يفوزوا بيها بيكون تأكيد مبارك الي غادي تكون في صالحنا هحسنا هدفه فالجلوبوب اللي مبارك صعبة لنا مناسي صعبة في مجموعة أصدرنا في مجموعة خلال مجموعة كوتيفور وخلال مجموعة مصر وخلال مجموعة تونس مجموعة أخرى عادية حتى عندما تقوم بسهل هذا ليس سهل هذا ليس في ملعب السلام في مدينة بواكي سوف تكون مصرح لمواجهتين الأولى في نهايات كأس أمم إفريقيا أمام جزائر أونغولا وأكد المدرب المنتخب أونغولا بيرو أن هدفه وأشباله الأول هو التحقيق انتلاقة قاوية خليت الجزائر ما تقول انتلاقة قاوية سوف تحصل على بابكي لأن نتعرفك ويحقق أول فوز على منتخب الجزائري على حد حوضه لكن لا يجب أن يكون هذا الوضع كما تنظرون مدنوان سألال أقول لك لدينا أهمال كبير في المنتخب الوطع الجزائري المنتخب الوطع الجزائري لقد قد صدمة 2022 أعرف ما أعرف ما تستهزئ منه سيطلق صدمة الصدمة الصدمة لنا الدين والناس يعرف واعين أم واعين بالمسؤولية أم واعين بالمسؤولية ويرى المنتخب البرتغالي أن لاعبين يملكون من الخبرة والقدرة على التحمل ما يدفعهم لتجاوز المنتخب الجزائري في مبارا الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لنهيات الكارب وتبع المتحدث أن تحقيق الفوز على منافسه الجزائر صارت اليوم على الساعة التسعة سيكون بطريقة لعب مميزة حضروها خصيص لملاقة رفاقاء رياض محرز مؤكد أنهم بحثوا كثيرا عن نقاط الضغط كتبت الخضن يعني لا يوجد نقاط الضغط 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 يقول أن المنتخب الزهري هو أحد أبرز مرساحين للتتميج باللغب نهاية منافسة كعس كومة في إدريقيا وعظف هذا المدرب في حواره لموقع السابق أن المنتخب الزهري يملك أفضل لاعبين في العالم فضل عن المدرب يتمتع بخبرة كبيرة نظر لمستوى مستوى يعني مسئلته الطاويلة في العالم الفنية لكتيبة الخضي أولا لا تتعطيك دفعة تتعطيك دفعة هذه لا تتعطيك دفعة هذه المدربة في اليوم وهم أحصل على اليوم وإن المنتخب الزهري لا تتعطي الوطانة للجزائري لا يوجد أن يتعطي الوطانة لتهي ولا تتعطي نتعطي نحن ونحن لا يتعطي نحن وكانت صدق في الماضي وإن سنحن يذهب في سجر وأن البنطية صحابية وعكس الفرق الأخرى ما يفعلنا جيدا والذي يفعله أن يريدوا ملعب الممتاز يريدوا ملعب الممتاز ومعائب الممتاز الممتاز يعني ملعب الممتاز معصداد سبحان الله حتى أخرى يقوموا أبقيت عند اللعبة هذه يا أخي أبقيت عند اللعبة عند اللعبة يقال لغاية أنا أقول لكم غنية استوائية شو بالغنية استوائية تفرست عليها وغنية استوائية وغنية استوائية وغنية استوائية وما شو ما من نيجيريا ما من نيجيريا سمحونا نخرجوا بلش في الموضوع أقول لكم ما من نيجيريا ما هوش المنتخب يعني وان خاصة مدرب هذه هي ما من نقول لغنية استوائية مستوى مستوى ما من نحن ما من نحن تشوف اللعابين عند نيجيريا تشوف اللعابة عند نيجيريا اللي من المنتخب هذا غلي ما كاش مستوى تعال لعابين لكن تشوف المستوى التاحه قضية تعال في المنتخب الفاني قضية نيجيريا قد يابوه خير روش قرارونا جهيد هذا قضية لا يقولون من نيجيرهم عندما قليلا هن Laur에게 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في صحيح تشوف تيار الله لا بالسئلس ليس بالسئلس عادي 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 تشوف تياركماك تنجم تروح تشوف المنتخب الوطن الجزائري تبقى تشوف فيه يعني يلبع بكل سهولة يلبع بكل سهولة والله لا هذه المباراة لا تنسى لا تنسى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان شاء الله اشتركوا في القناة